مثلما ضحك عليكم يا أتباع المراجع البتريين أنتم 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 الدخيون وبامتياز وبالذات الدخيون السستانيون والدخيون الشرازيون أنتم أنتم الدخيون وهكذا البقية الباقية مثلما ضحك عليكم في السابق وضحك على آبائي وإجدادي وضحك علي أيضا إلى أن أبصرت طريقي مثلما ضحك علينا فإنهم يضحكون عليكم الآن وسأضرب لكم مثالا عمليا من الواقعي المرجعي الشيعي في العراق إنه مثال عملي تستطيعون أن تطلع عليه عبر الإنترنت الملتقى المهدوي الأسبوعي أخذوا عناوي الملتقى المهدوي الأسبوعي تقيم تقيم إدارة مرقد السيد السيد محمد ابن الإمام الكاظم عليه السلام ناحية اجديدة الشط في محافظة ديالة في العراق ناحية ناحية اجديدة الشط محاضرات في فقه علامات الظور عنوان كبير فق فق فقه فقه لعلامات الظور ما بين قوسين إنه الخرط السيستاني محاضرات في فقه علامات الظور يلقيها الباحث المهدوي ملخ يلقيها الباحث المهدوي خالد الدراج جلواز من جلاوزة المرجعية السيستانية أسبوعيا الساعة السابعة مساء محاضرات في فقه علامات الظهور يلقيها الباحث المهدوي خالد الدراج أبو الوليد حبي صاير باحث مهدوي خلونا نسمع هالخرط خلونا نسمع هالخرط في أجواء المرجعية السيستانية البترية خلونا نسمع هالخرط رجاء نعرض لنا الفيديو الأول يقولون من هو الأفضل السيستاني لو اليماني شوف هذا السؤال يعني يردون يحرجون به يعني مرة يحرجون به جناب الشيخ مرة يحرجون به مثلا اللي يمشي على هذا الخطأ يقولون من هو الأفضل السيستاني لو اليماني طبعا أولا هاي الأفضلية مستحيلة ليش لأن السستاني شخصية معروفة اليماني وين ما نعرفه مو اليماني أصل ما موجود حاليا اليماني خروجه مع السفياني ومع الخرساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد وهي الأحداث بعده ما صايرة زينا أنا وين أعرف اليماني حتى أقايص لك بين اليماني والسستاني ما عندي هاي السستاني يعتبر حاكم شرعي يعتبر شرعي تمنيا من الإمام المعصوم وإن كان مو بالتعيين الخاص لا بالتعيين العام يعني أما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه مطيعا لأمر مولاه مخالفا لهواه فللعوامع يقلده هذا احنا اعتقادنا كشيعة اثنى عشرية أصولية نعتقد بأن المرجعية هي النائبة على الإمام هاي عقيدتنا كذلك هو هاي الهيئة الهيئة تعتقد بأن المرجعية ليس فوقها شيء كل العناوين والأسماء تحت المرجعية تحت المرجعية هذا هذا اعتقادنا احنا وحتى لو طلع اليماني راح تسألني لأنكو بعض المنحرفين شي يقولون يقولون اليماني اذا طلع ألغى دور المرجعيات لأنهو أعلى من المرجعية واعتبار مرسل من الإمام المعصوم لا كلام مصحيح اليماني اصلا يستمد شرعيته من المرجع راح تقل لي شلول راح اقل لك يعني هل من الممكن يجي اليماني يقل للكم دازني عليكم الإمام المهدي ممكن من يقول ما ممكن ليش لأنه اليمان المهدي سلام الله عليه يقول من ادعى المشاهدة ليدعى المشاهدة قبل الصيحة والسفياني فهو كذاب المدعن يعني اليماني اذا اجه وقالكم دازاني عليكم الإمام المهدي شنو دورنا انكذبة لو ما انكذبة انكذبة زين من ين راح ياخذ شرعيته اليماني اخذ شرعيته من ين من المرجعية هي المرجعية التي ستدلنا على اليماني راح تقول انتم صيروا تحت لواء هذا الرجل تحت لواء هذا الرجل هم هم ما ممكن المرجعية تقول هذا هو اليماني لا كقائد شيعي ميداني في الساحة يبرز في المرجعية التي شرعية ارجوك ابو مهد المهندس رضوان الله تعالى عليه والحاج سليماني والحجد الشعبي من ين اخذ شرعيته من المرجعية مو يعني اصبح الحجد الشعبي مقدس اصبح ابو مهد المهندس رمز اصبح سليماني رمز اصبحوا الشهداء ربوز لانهم اخذوا شرعيتهم من المرجعية كذلك اليماني بذرس قاطع ان اليماني لا يستطيع ان يتحرك ان يقدم قدما اذا مو شرعي تمنيا من المرجعية شرعي تمنيا من المرجعية هذا امر واضح فاذن ايها الاخوة نحن هكذا نقدس المرجعية احنا عدنا تقديس المرجعية لا نقول بالغاء دور المرجعية في زمن ظهور اليمان بل المرجعية باقية الى ظهور المهدي عجل الله تعالى فرجو الشريف يظهر الامام والمرجعية باقية والمرجعية ستكون هي اليد الطولة للتشير من فدوة روح لك يا ابو الوليد فدوة اروح لك شنه الخرط هذا من جايب من يا صفحة جايب ان هذا الخرط وهاي المطاية اللي قاعد تسمع لك يظلون دهم مطاية متى ستنتبه الشيعة هذا هو التثقيف المرجعي السيستاني البتري تمهيد تمهيد لتقوية الواقع البتري الذي سيقف بوجه امام زماننا هذا كلام ما فيه ولا حرف واحد يوافق الذي تريده العترة الطاهرة في دينها وعقيدتها وثقافتها اليكم التفاصيل سوف اسلط الضوء على النقاط المهم فانا لا اريد ان اسلط الضوء على كل شيء قد قاله لانه ما قال كلمة صحيحة واحد حينما تحدث عن الخراسان انه لا يحسن تلفظه هكذا يتلفظه وعلى طول احاديثه الخراسان الخراسان يا ابو الوليد يا حبيبي الخراسان منفد وروح لك قلب الخراسان نسبة الى الخراسان يعني انت شنو عندك معلومة ان الخراسان يشتغل بالخراسان الخراسان نسبة الى خراسان وليس الى الخراسان هو ما اعتقد يشتغل بانه الا اذا انت شايفين رواية منا منا يجوز شايف لك رواية ابو صحيح مايكل جاكسين ابو صحيح في في عبد لا ادري في اي صحيح اطلعت عليها هو مو الخراسان 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 نسبة الى خراسان اول مرة تعلموا تحجون وبعدين تعالوا وتصدوا الى مثل هذه الموضوعات دائما اقول لكم مرجعية السيستان لا تقدم لكم الا القباحة و الا السفاهة وهذا مثال هذا الرجل يتنقل بين المحافظات لنشر هذه الثقافة المهدوية السيستانية البترية القذرة ويا ليته يحسن ان يتلفظ الكلمات التي يتلفظ ماذا قال ابو الوليد حبي خالد ماذا قال يقول لنا من الافضل السيستاني لا اليماني كل كلامه مفرغ على الورق امامي يقول لنا من الافضل السيستاني لا اليماني هكذا يقول في تفاصيل كلامه طبعا اولا هاي الافضل مستحيلة ليش لان السيستاني شخصية معروفة اليماني وينه انت باحث مهدوي كما كتبوا لك انت دماغسيز او باحث مهدوي لابد ان تفرق بين الشخص والشخصية اليماني ليس موجودا بيننا بشخصه لكن شخصيته قد بينت لنا من قبل الام الشخصية مضمون الشخص اليماني شخصيته بينت لنا بنحو واضح جدا السيستاني من الذي نصبه اليماني نصبه الامة المعصومون السيستاني من الذي نصبه انت تقول يا ابو الخلد يا خالد تقول من ان السيستانية نائب الامام واستندت الى رواية دعني في البداية اذهب اذهب الى غيبة النعماني الى كتاب من كتبنا القديمة هذا النعماني تلميذ الكليني متوفى سنة 360 للهجرة وهذه الطبعة طبعة انوار الهدى الطبعة الاولى قموا المقدس الحديث الثالث عشر يبدأ في الصفحة الثانية والستين بعد المائتين بسنده بسند النعماني عن ابي بصير عن امام الباقر صلوات الله وسلامه عليه الرواية طويلة اذهب الى موطن الحاجة منها بعد ان يتحدث الامام عن ان السفيانية واليمانية والخراسانية سيكون خروجهم في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد موطن الشاهد هنا واذا خرج اليماني وواضح علامة خروجه فان خروجه يكون مقارنا لخروج السفياني والخراساني وهذه علامات واضحة جدا الامة حدثونا عنها واذا خرج اليماني فانهض اليه هذا الامر يتوجه للجميع الى المراجع وإلى غير المراجع هذا كلام الامام المعصوم كلام امامنا الباقر واذا خرج اليماني فانهض اليه انا كنت هذا الكلام يوجه للرجال والنساء النهوض اليه ليس ليس بالضرورة ان يغادر الانسان بيته ان يغادر الانسان مدينته وانما ان يكون في تمام الاستعداد لتلقي الاوامر من اليماني هذا المراد فانهض اليه انها نهضة العقول والقلوب واذا خرج اليماني فانهض اليه هذا الامر موجه للجميع من هو اسستاني لا يساوي فلسا ممسوحا بين اقدام اليماني من هو اسستاني ومن هؤلاء الثولان من هؤلاء الثولان الذين يقال لهم المراجع هذا بيان من الامام المعصوم واذا خرج اليماني فانهض اليه فان رايته راية هدى ولا يحل لمسلم السستاني مسلم ام ليس مسلم ولا يحل لمسلم ان يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من اهل النار لانه يدعو الى الحق والى طريق مستقيم السستاني رجل مشتهد على الطريقة الشافعية يخطع ويصيب وفي حالات كثيرة يبقى متوقفا لا يدري ماذا يقول وماذا يصنع وهذا الحال حال بخية هؤلاء المراجع البتريين من مراجع الحوزة الطوسية القذرة واذا خرج اليماني هذا كلام المعصوم واذا خرج اليماني فانهض اليه فان رايته راية هدى ولا يحل لمسلم ان يلتوي عليه ما يوجد عندنا نص من اننا نعود الى المراجع كي نعرف شخصية اليمان لان لان الامة قد عرفونا بشخصيته ولان الامة وضعوا لنا علامات لتحديد شخصه هناك فارق بين الشخص والشخصية اما شخصيته فهي هذه واذا خرج اليماني اليماني فانهض اليه فان رايته راية هدى ولا يحل لمسلم ان يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من اهل النار لانه يدعو الى الحق والى طريق مستقيم السستاني لا يعرف الحق ولا يعرف الطريق المستقيم انما يعمل بالاجتهاد يعمل بالظنون تارة يصيب وتارة يخيب اما الشخص اليماني فقد وضع الامام لنا علامة خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد وبينوا لنا متى سيكون خروج السفياني في سنة زوجية في رجب العلامات وهناك الكثير من القرائن وهناك الكثير من الشواهد التي بيّنها لنا ائمتنا الائمة حددوا لنا العلامات التي نهتدي بها الى شخص اليماني وحدثونا عن شخصية اليماني وما هو الموقف الشرعي منه وماذا نفعل بين يديه هذا كلام المعصومين السستاني من الذي نصبه مرجعا من الذي نصبه مرجعا انت تقول انت تقول بحسب ما انت تقول يا ابو الخلود يا حبيبي انت تقول السستاني يعتبر حاكم شرعي يعتبر شرعي تمنيا من الامام المعصوم اليماني من الامام المحصوم بشكل واضح انت تقول من ان شرعية السستاني من الامام المعصوم اليماني الباقر هو الذي بين لنا شرعيته اما السستاني من اين شرعيته انت تقول من الامام المعصوم ساقبل ذلك منك لكن ساستمر معك السستاني يعتبر حاكم شرعي يعتبر شرعي تمنيا من الامام المعصوم واذا كان مو بالتعيين الخاص اليماني بالتعيين الخاص والتعيين الخاص اشرف واعلى رتبة من التعيين العام وان كان مو بالتعيين الخاص لا بالتعيين العام يعني اما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه مطيعا لامر مولا مخالفا لهوى فللعوام ان يقلد اولا انت ذكرت الرواية بصيغة ناقصة وناقصة جدا الرواية هي هذه مصدرها الوحيد ومصدرها الاصل هو تفسير امامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه والرواية عن امامنا الصادق هذه طبعة ذوي القربى الطبعة الاولى قموا المقدسة رقم الحديث 143 صفحة 271 الرواية طويلة اذهب الى موطن الحاجة صفحة 274 امامنا الصادق هكذا يقول قبل ان اقرأ حديث امامنا الصادق اقرأ ما ذكرته على المنبار اما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه مطيعا لامر مولاه مخالفا لهواه فللعوام ان يقلدوا النص صحيح وهذا فاما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلدوا وذلك لا يكون الا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم فهذا المديح ليس للجميع وانما للبعض للقلة وذلك لا يكون الا بعض فقهاء الشيعة لا جميعهم لنفترض ان السيستانية من الممدوحين من الذين تنطبق الاوصاف المادحة عليه الرواية ما الزمت الشيعة بالرجوع اليه فللعوام ان يقلدوا بامكانهم ان لا يقلدوا ان يقلدوا غيره بامكانهم ان يجدوا طريقا اخر لطاعة محمد وآل محمد هذا خيار من الخيارات بينما اليماني الامر واضح لا يحل لمسلم ان يلتوي عليه هذا الامر موجه للجميع لكل المسلمين لا يحل لمسلم ان يلتوي عليه ومن فعل ذلك فانه من اهل النار فاين هذا من هذا وفوق كل هذا وفوق كل هذا لا بد ان تعرف يا ابو الخلود حبي لا بد ان تعرف من ان الرواية هذه يضعفها مراجعك في النجا لا يقبلونها انت تضحك على الناس بهذه الرواية التي يرفضها مراجعك في النجا اليك اليك المصادر هذا الخوئي الذي هو استاذ السستاني السستاني لا يشكل خيطا في جوارب الخوئي لا قيمة له كان غلاما من غلمان اولاد الخوئي من غلمان محمد تق الخوئي من الذي نصبه مرجعا في النجا محمد تق الخوئي وهذه الحكاية ذكرتها بالتفصيل بالوثائق والادلة والحقائق في برنامج مجزرة سبايكر والبرنامج موجود على الشبكة العنكبوتية وبإمكانكم أن تعودوا إلي بإمكانك أنت يا أبا الوليد أن تعود إلى هذا البرنامج وأن تتأكد بنفسك من المعلومات أن تذهب إلى النجف وأن تسأل الموجودين في النجف من الذين عاصروا بداية مرجعية السيستاني كيف نشأت مرجعيته زعطوط من زعطيط الخوئي محمد تق الخوئي زعطوط هو الذي نصب السيستاني مرجعا هذا الخوئي هذا كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقة هذا الجزء المختص بمباحث الاجتهاد والاحتياط والتخليد والكتاب متوفر وموجود صفحة ميتين وواحد وعشرين في مبحث العدالة من صفات مرجع التخليد في نهاية الصفحة وقد يستدل عليه بهذه الرواية فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هوا هذا النقل من نسخة محرفة النسخة الصحيحة مخالفا لهوا مطيعة لأمر مولاه فللعوامع يقلدوه ماذا يعلق الخوء ويدفعه يدفع هذا الاستدلال بهذه الرواية أولا أن الرواية ضعيفة السند لا يقبلوه هذا كلام الخوء ويدفعه أولا يدفع هذا الاستدلال أن الرواية ضعيفة السند إلى آخر كلامه أما في كتابه الرجال معجم رجال الحديث وهذا هو الجزء الثالث عشر هذه الطبعة هي الطبعة الخامسة الطبعة المنقحة والمزيد ألف وتسعمية واثنين وتسعين ميلادي صفحة مية وسبعة وخمسين رقم الترجمة اثمانتالاف أربعمية واثنين واربعين ترجمت علي ابن محمد ابن سيار يتحدث عن تفسير إمامنا الحسن العسكري وهو المصدر الوحيد لهذه الرواية المصدر الوحيد كل الكتب التي نقلت الرواية نقلتها إما عن هذا المصدر أو عن كتب أخرى نقلت عن هذا المصدر المصدر الوحيد للرواية ماذا يقول الخوئي عن هذا الكتاب أن الناظر في هذا التفسير في تفسير الإمام العسكري لا يشك في أنه موضوع فالخوئي ينكر الكتاب من أوله إلى آخره والرواية جزء من هذا الكتاب موضوع مفترى على الأئمة هذا هو رأي الخوئي قطعا هذا الرأي خرط لكنني لست في مقام محاكمة رأي الخوئي ما هي آراء الخوئي كلها خرط أن الناظر في هذا التفسير لا يشك في أنه موضوع وجل مقام عالم محقق أن يكتب مثل هذا التفسير فكيف بالإمام عليه السلام فهو ينكر التفسير بكله وهذا محمد باقر الصدر أيضا بحوث في علم الأصول هذه تقريرات بحثه الأصول في موضوع تعارض الأدلة بقلم محمود الهاشمي من تلامذته المعروفين هذا هو الجزء السابع من بحوث في علم الأصول إنها أبحاث محمد باقر الصدر صفحة 346 ماذا يقول محمد باقر الصدر ومن هنا نقول أن مثل حديث فللعوام أن يقلدوا يشير إلى هذه الرواية في مسألة التقليد لولا ما فيه من ضعف السنة يمكن أن يكون دليلا على التخيير عند تساوي المجتهدين مع اختلافهما كلامه واضح ومن هنا نقول أن مثل حديث فللعوام أن يقلدوا في مسألة التقليد لولا ما فيه من ضعف السنة لكان كذا وكذا فهو ضعيف السند عند محمد باقر الصدر وعند مقية العلماء وأما السيستاني فهو يضعف الرواية أيضا فأنت تستدل برواية يضعفها السيستاني وتبني مرجعيته على رواية هي ضعيفة بنظر السيستاني هذا كتابه الاجتهاد والتقليد والاحتياط وهو الجزء الخامس عشر من مجموعة كتبه هذه طبعة مؤسسة نور الأمير وهذه الطبعة طبعة سنة الفين وعشرين ميلاد صفحة أربعمية وثمانية وعشرين قد ورد في التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري إلى آخر كلامه ونقل الرواية في آخر الكلام ماذا قال إلا أن الرواية ضعيفة ولا يمكن الاحتجاج والاستدلال بها هذا كلام السيستاني أنت تستدل بهذه الرواية التي جئت بها منقوصة تستدل بها على أن السيستانية يكون نائبا للإمام تستدل برواية السيستاني نفسه يضعفها هذا قوله صفحة أربعمية وتسعة وعشرين إلا أن الرواية ضعيفة ولا يمكن الاحتجاج والاستدلال بها والخاطرك أنت عزيز غالي يا قلو يا أبو الوليد الخاطرك أيضا حتى لا تضحك على الواد بعدين برواية أخرى التوقيع الشريف وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم السيستاني أيضا يضعفه هذا الذي استخرجت كلمة المرجعية من نحن ما عندنا في أحاديث العطرة شيء يقال له مرجع في أحاديث العطرة هناك فقيه هناك مفتي راوية حديث عالم لا يوجد عندنا مجتهد هذه جاء بها من النواصب الاجتهاد عند النواصب لا يوجد عندنا مجتهد في أحاديث العطرة ولا يوجد عندنا مرجع كذلك وإنما استخرجوها من هذا الحديث فارجعوا إلى رواة حديثنا السيستاني يضعف هذا التوقيع يضعف هذه الرواية صفحة 84 من نفس المصدر الذي أجرت إليه فظهر أن التوقيع مخدوش سندا وغير قابل للاستدلال به مخدوش سندا إنه ضعيف السند فظهر أن التوقيع فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فظهر أن التوقيع مخدوش سندا وغير قابل للاستدلال به فمن أين نصبته نائبا للإمام يا أبو الخلد من أين نصبته نائبا للإمام إذا كان السيستاني نفسه هذه الروايات يضعفها هذا كتابه عد إلى كتابه أنتم تضحكون على الناس أنتم حمير وتستحمرون الناس أنت لا تعرف أن السيستانية يضعف هذه الروايات فأنتم حمير لا علم لكم وتستحمرون الناس حينما أقول أنتم حمير لا أتحدث عن الحمير الحيوانات إنني أتحدث عن الحمير الذين جاء ذكرهم في القرآن في سورة الجمعة أتحدث عن هؤلاء الحمير الحمير الحيوانات روثها أشرف بكثير من الحمير البشر الحمير الحيوانات مقدسة بالقياس إلى الحمير البشر من رجال الدين من العمائم البترية القذرة مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار وأحاديث أهل البيت تقول من أن المثل هذا لهذه الأمة هذا مثل لهذه الأمة مثل للشيعة ألا ينطبق عليك هذا المثل وأنت تضحك على الناس برواية منقوصة لا أنت تحفظها ولا تحسن فهم معناها ولا تعلم بأن الذي تستدل لمرجعيته ونيابته عن الإمام المعصوم بها هو ينكرها ويرفضها ويرفض الاستدلال بها أنا أسأل الأغايون العلماء الكبار الذين يجلسون تحت منبر هذا المحقق العملاق من ياصنف أنتو من ياصنف أنتو نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر